السابق بأكاديمية ناصر العسكرية شكرا لحظة كمعادة اللواء نكمل حوارنا مع الأستاذ عمر الأصمعي المستشار القانوني هو طبعا سيد اللواء تكلم في حاجات كثيرة جدا مهمة للغاية تمام وتكلم عن الإشاعات إنها بتؤدي إلى الفوضى الخلاقة فيما بعد وتكلم حتى عن الشائعات اللي بتصدر يمكن بسرعة شوية نلحظت إنه مدوج الإشاعات وصانع الفوضى الخلاقة ليس لدهم أي خطة من كلام معادة اللواء ليس لديه أي خطة هو بيوصل للفوضى الخلاقة بدون أي خطة وأي ترتيب تمام بالتالي مش عافي ينفذ ويكمل مش واضف تمام لكن هو ربما من يدفع مروج الإشاعة إذا كان يعني مروج الإشاعة بالطبع يعني كلنا نعرف إن فيه ناس بتبقى وراء مروج هذه الشائعات يعني فيه ناس بتستخدم كأدوات فقط وهم مش عارفين إنه هو بيروج الشائعة دي لمصلحة مين وإزاي لكن هو فيه ناس وراء بتدفعه سواء بتمويل مالي أو بفكرة عقيدة أو اعتقادات معينة أو كرها في الدولة وقيادتها آي كان الأمر يعني ولكن في الأول وفي الآخر اللي أنا عايز أقوله إن اللي بيروج الشائعة لازم بيبقى فيه حد وراء عارف الغاية والهدف من وراء هذه الشائعة والأغلب يعني الفئة الأكبر هي مش عارفة إن هي شائعة تمام هو يشير أو يتناول خبر معين دون أن يكون على علم هذا الخبر تازب المشرع قال هنا يا دكتور قال إيه؟ قال كل من نشر بسوء قصد عامل السابر اللي بدون قصد بالزبط تمام كل من نشر بسوء قصد والمشرع كمان أضاف إن العقوبة بتغلص في زمن الحرب يعني بدون قصد له عقوبة كمان نعم لا كل من نشر بسوء قصد بسوء قصد اللي عنده سوء قصد لكن ممكن واحد بيشير زي ما حاج بتقول بيبقى حسن النية حسن النية طب أنا أدقق فيما يارد إليه على صفحات الواصل هو الأغلب مع الوصول الأغلب بحسن النية تمام هو شاف خبر أو لينك معين فيه علاج مع حاجة معينة أو فيه جيش معين هو بيشيره بيشيره بحسن النية لأنه صادق خبر صادق ده حقيقي يعني فيه الغالبية العظمى حقيقي لكن فيه الجزء الأقل اللي هو مصدر هذه الشائعة ما بيبقاش حسن النية ده بيبقى مدفوع زي ما قلنا من شوية يأما بيبقى وراه فكر أو تنظيم أو جماعة أو ممول ماليا أين كان الأمر يعني المشرع يعني عالج المسألة دي في زي ما قلنا من قبل زي ما ذكرنا من قبل في ثلاث نصوص مواد المادة 188 من قانون العقوبات المادة 80 من قانون العقوبات المادة 102 مكرر من قانون العقوبات واللي نصد بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 جنيه والتزيد على 200 جنيه كل من أزاع عمدا إخبارا أولا لكن نص المادة 80 اللي غلز العقوبة أوي وقت الحرب وصل العقوبة أنها تبقى خمس سنوات خمس سنوات العقوبة تصل إلى خمس سنوات والغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه هل في قوانين استحدثت حتى نحكم الانتشار الواسع هم ثلاث نصوص اللي أنا بتحدث عنهم الآن دول نصوص حديثة جدا يعني دي أحدث نصوص بشأن بس الأخبار والشائعات الكاذبة وآخر حاجة صدرت من مكتب مع المسشار النائب العام أنه سيتصدى بكل حزم في تطبيق القانون نحو من يسير الشائع الشائعات في المجتمع بقصد ضعاف الروح المعنوية لدى الأفراد نحن ندي نصيحة لو حد يعني الأشخاص العاديين لو حد جيب له خبر معين مهم جدا لأن أبنائنا وبناتنا من هم يعني في سن المراهقة أو حتى إلا أكبر من سن المراهقة إذ ربما لا يستطيع التمييز ما بين الرس والسمين فإحنا بنوجه لهم نصيحة أبوية إنهم إراع الحيطة والحزر ومش كل خبر يتلقوه على وسائل التواصل الاجتماعي يقوموا بتشييره أو بسوا مرة أخرى لأن القانون بيعاقب على البس وأعادة التشيير حتى لو أنت مش مصدر هذا الخبر إذن وكمان النصيحة كمان الأهم للأباء والإخوة الكبار في العائلة إنهم يحاولوا إنهم يبصوا على أولادهم ويشوفوا أولادهم ماشيين إزاي على وسائل التواصل الاجتماعي وهل لديهم أفكار مغلوطة أو هم بيقوموا بنشر أخبار ربما تكون كاذبة دون قصد منهم بأنها كاذبة فإحنا بنوجه النصيحة من منباركم اللي إحنا بنحترمه والقناة اللي بنحترمها إنه بنوجه هذه النصيحة إلى كل أولياء الأمور أيضاً المدرسة والتعليم والجامعة المدرسة والتعليم لهم دور كبير جداً في التوعية وإنهم لازم طبعاً يبقى فيه الجانب الجانب الحسي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي اللي إحنا عايزينه يبقى متواجد إن شاء الله حين عودة المدارس بعد الأزمة اللي بتمر بيها البلاد إن شاء الله ومناسبة الأزمة طبعاً زادة الشائعات في جواحة كورونا حتى أصبح كل لينكات معاينة علاج لفيروس كورونا تم اكتشاف علاج وبنسبة لعدد الحالات وأماكن الإصابات أثرت على الحالة النفسية للأسرة المصرية عموماً بكل تأكيد عايزين نصيح من حراتك للأسرة المصرية بالنسبة لجائحات فيروس كورونا وإزاي نتحرض الدقة في نقل الأخبار بالنسبة لفيروس كورونا أنا عندي مقترح بسيط وإن كنت يعني ما أملكش ده لكن أنا شايف أني أنا أبعد عن أي حد يطلق أي شائعات أو حتى يتكلم في هذا الموضوع إلا المتخصصين فقط هم أصحاب الشأن الأطباء المصريين اللي إحنا برضو بنرفع لهم القبعة من هذا المنبر طبعاً الجيش الأبيض المصري هو الوحيد بس اللي قادر أنه يتحدث في هذا الأمر لكن ما جيش أنا كعمر الأصمعي كرجل شغلتي شغلة قانون وقفتي بقى في حاجات يعني تخص فيروس كورونا وده أنا شفت فيديو من ثلاثة أيام أن أحد الأشخاص بيقول أن علاج فيروس كورونا بالبرسيم يعني حاجة مهزلة واقصة مهزلة يعني حاجة مهزلة مهزلة بجد يعني وفيديو لايف على السوشال ميديا بيوبس والناس بتتفرج عليه لا أنا أنصح الجميع بأنه ياخد المعلومة من صاحبها أنا لو عندي سفسار قانوني أخده من صاحب من رجل القانون لو عندي حاجة في مادة إعلامية أخدها من رجل الإعلام لو عندي حاجة طبية أخدها من طبيب متخصص إذن دي نصحتي لكل نشكر حضرتك الأستاذ عمر الأصماء المستشار القانوني والمحامي بالنقضة شكرا لحضرتك شغفتنا ونورتنا في الحق النارضة أنا اللي سعيد بوجدي مع حضرك يا دكتور وسعيد بأسرة البرامج ومن هنا بوجه لكم التحية وقول لكم كل سنة وحضرتكم طيبين شكرا